حدثنا حجاج بن محمد قال قال ليث يعني ابن سعد حدثني بكر يعني ابن عبد الله بن الأشجي عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه حسناه شيم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن الحسني بن محمد الأنصاري قال حدثني رجل من أنمري بن قاصط قال سمعت صهيب بن سيناء يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أصدق إمرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زاء وأيما رجل دانة من رجل ضينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ما له بالباطل لقيا لها عز وجل يوم يلقاه وهو سارق حسنا وكيع عن حمد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شافاتيه أيام حني بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أحد ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع أو الموت قال فقالوا أما القتل أو الجوع فلا تقتلنا به ولكن الموت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في ثلاث سبعون ألفا قال فقال فأنا أقول الآن اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل حثنا بهز وحجاج قال ثنى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا كان ذلك له خيرا وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خيرا حثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم تروه فقالوا وما وألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللذين أحسنوا الحسن وزيادة حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فقالوا ألم يثق الموازيننا ويعطينا كتبنا بأيماننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار فيكشف الحجاب قال فيتجل الله عز وجل لهم قال فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه قال حدثنا عفان من كتابه قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا نفهمه ولا يحدثنا به قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطنتم لي قال قائل نعم قال فإني قد ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فقال من يكفئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو كلمة شبيهة بهذه شك سليمان قال فأوحى الله إليه اخثر لقومك بين أحد ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت قال فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك فخر لنا قال فقام إلى صلاته قال وكانوا يفزعون يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة قال فصل قال أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت قال فسلط عليهم الموت ثلاثة أيامين فمات منهم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم ما يا ربي بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث سواء بهذا الكلام كله وبهذا الإسناد ولم يقل فيه كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة حدثنا عفان من كتابه حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن أبن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجبت لأمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حني يحرك شافتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله فقلنا يا رسول الله إن نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله فما هذا الذي تحرك شفتيك قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين أحد ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع وإما أن أرسل عليهم الموت فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم وأما الجوع فلا صبر لنا عليه ولكن الموت فأرسل عليهم الموت فمات منهم منهم في ثلاثة أيامين سبعون ألفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل حثنا عفان أخبرنا حماد أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلمت لهذه الآية للذين أحسنوا الحسن وزيادة قالا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناد مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه فيقولون وما هو ألم يثق الموازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم حنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لصهيب رضي الله عنهما لولا ثلاث خصال فيك لم يكن بك بأس قال وما هن فوالله ما نراك تعيب شيئا قال اكتنائك بأبي يحيى وليس لك ولد وادعاك إلى النمري بن قاصط وأنت رجل ألكن وأنك لا تمسك المال قالا أما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بها فلا أدعها حتى ألقاه وأما ادعائي إلى النمري بن قاصط فإني امرؤ منهم ولكن استرضعلي بالأيلة فهذه اللقنة من ذاك وأما المال فهل تراني أنفق إلا في حق